نهاردة كمان الفريل اول لكلة القدم في الاهلي اتمرن بعد مباراة مبارح اللي كسب فيها المحلة في المحلة فوز ثمين ومهم جدا اتمرن الفريل النهاردة الصبح في النادي وبعد كده بكرة اجازة ويرجع يستغلف تدريباته ان شاء الله يوم السابت والحد عشان مباراة الاتحاد السكندري في القاهرة يوم الاتنين ان شاء الله ميسر كولر في بداية التمرين عمل المحاضرة المعتادة مع اللعيبة طبعا الكل مشارك في التمرين باستثناء طاهر محمد طاهر اللي بيقدي برنامجه التأهيلي وبقية اللعيبة كلهم شاركوا في التمرين بما فيهم محمود متولي وحمد فاتحي وحرس اتمرنه مع ميشيل يانكون واحد سفر اربعة سفر فاز الالي في مورات امام الداخلية التي يحرس الجهاز الفني على متابعة مطشاط الناشئين هالفين وسبعة اربعة سفر امام اما تعرف يا عايزت عوزت صاره اه ده قصمة زاك المدرب اما تعرف حاجة وبسألني انا اقولك سألك تسأل انت العداد من حذلك العداد ها تقول العداد يقولولي ارحمة الله بينه بينك يعني ما تقول لي بقى إيه لأخبار الناس دي اللي بتجري بص دلوقتي الحمد لله أيها وأحياناً الأزمات بتبقى فرصة تحللك غيابات مشاكل لا وتوضح لك إن عندك البديل الكفر غيابة طير محمد طير اللي هو كان دلوقتي حتى عند الجماهير واحد من أهم لعبة النادي الآن وعند الأجهاز الفني واحد من الأهم المفاتيح التكتكية للفريق لكن دي كانت فرصة إن بيرسي تاو يعود في التوقيت ده عشان يقودك للفوز على المحلة في المحلة مباراة شديدة الصعوبة فريق محترم جداً ورجم كير متحمسة وإدارة أكثر حماساً وهو الثاني في الترتيب كان فكانت مباراة مهمة جداً استطاع النادي الأهلي يقدم يمكن أفضل عروضه السنة دي خصوصاً في الشيط الأول طيب الأهلي أعلن كمان عن الفانيلا التالتة له الفانيلا التالتة للفريق اللون الدهبي وأعلن عنها الأهلي أهي دات اللي شايفينها حبراتكم شريف وهانو هتلاقي الكل لابس التي شيرت ده الفانيلا التالتة للفريق وعلق النادي على صفحته على الفيسبوك لا نتمنى سوى الأفضل لنجوم كرة القدم المصرية نقدم لكم الأميس التالت للنادي الأهلي الزهبي للفريق الزهبي الزهبي للزهب صحيح دا كلام حلو